تقول يعني هل البكاء أثناء الصلاة يبطل الصلاة أختي أمرهف من أمريكا بارك الله فيك بالنسبة للبكاء في الصلاة على قسمين بكاء يتأثر فيه الإنسان بسبب القراءة التي يقرأها أو بسبب القرآن الذي يسمعه من الإمام فيتأثر ويندمج مع هذه القراءة ويبكي من خشة الله لا شيء عليه بشرط أن لا يكون بنحيب أو بصوت مثلا وإنما يبكي البكاء الطبيعي هذا لا شيء على الإنسان فيه سواء كان في النفل أم في الفرض أما البكاء بسبب الدنيا يعني بكى شخص في الصلاة لأنه خسر في الأسهم بكى شخص في الصلاة لأنه والله موقف محزن خطب وردوه أهل البنت فبكى في الصلاة هذا تبطل به الصلاة في القول الراجح إذا كان بكاء بصوت إذا كان بكاء بصوت أما إذا كان دمع العين فقط من دون صوت فهذا يكره كراهة إذا كان بسبب دنيا بارك الله فيك